بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيزي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة لصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا لهذا اليوم الظاهرة الإملائية الهمزة المتوسطة وسبق وأن تدربنا عليها في درسنا السابق وتعرفنا على الحروف التي تكتب عليها الهمزة المتوسطة كما تعرفنا أيضا على مواضع كتابتها وتعرفنا كذلك على ترتيب الحركات بحسب قوتها سوف أكمل معكم بمشيئة الله تعالى هذا الدرس وقبل أن أبدأ في عرض ما فيه من تدريبات نتعرف سويا على أهم أهدافه وهي يهدف درسنا لهذا اليوم إلى تمييز الهمزة المتوسطة كما يهدف إلى تحديد سبب كتابتها وكذلك كتابة الهمزة المتوسطة كتابة صحيحة في جميع كتاباتي يظهر أمامك الآن عنوان الدرس الظاهرة الإملائية الهمزة المتوسطة وكما تلاحظ يوجد في أعلى هذه الشاشة رابط رقمي للدرس بإمكانك أن تعود إليه وتستفيد مما وضع في داخله الهمزة المتوسطة ويقصد بها الهمزة التي تكتب في وسط الكلمة وتأتي على أشكال أربعة لاحظ هذا المثال القراءة نلاحظ في هذه الكلمة جاءت الهمزة في وسطها ورسمت على السطر تكتب الهمزة المتوسطة في وسط الكلمة على أشكال أربعة هي على اليا على الواو على الألف على السطر هذه الأمثلة على كل موضع من مواضع كتابة الهمزة المتوسطة إذن مئذنة كتبت الهمزة على الياء سؤال كتبت الهمزة في هذه الكلمة على الواو سأل كتبت الهمزة في هذه الكلمة على ألف تفاءل كتبت الهمزة المتوسطة على السطر إذن كما نلاحظ هذه هي مواضع كتابة الهمزة المتوسطة إما أن تكون على الياء أو على الواو أو على الألف وكذلك تكتب مفردة على السطر لكل موضع من هذه المواضع شروط لكتابة الهمزة المتوسطة فيه تكتب الهمزة المتوسطة على حرف يناسب أقوى الحركتين إذن ترتيب الحركات بحسب قوتها كالتالي الكسرة أقوى الحركات ويناسبها من الحروف الياء الضمة ويناسبها من الحروف الواو الفتحة ويناسبها من الحروف الألف وأخيرا السكون ويناسبه السطر هذه العلامة تعني أقوى إذن الكسرة أقوى من الضمة الضمة أقوى من الفتحة الفتحة أقوى من السكون لابد أن نحفظ هذا الترتيب للحركات حتى نستطيع أن نختار الحرف المناسب لكتابة الهمزة المتوسطة عليه إذن عند رسم الهمزة في وسط الكلمة نتبع الخطوات التالية أولا ننظر لحركة الهمزة وحركة الحرف الذي يسبقها ثم نقارن بين الحركتين ثم نحدد الحركة الأقوى منهما ثم نكتب الهمزة على حرف يناسب الحركة الأقوى إذن هذه هي الخطوات الثلاثة المهمة لكي تعرف وتكتشف الحرف المناسب لكتابة الهمزة المتوسطة عليه أولا تعرف على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم قارن بين الحركتين بحسب ترتيب الحركات وقوتها ثم اختر الحرف المناسب للحركة الأقوى بهذه الطريقة تستطيع أن تكتب الهمزة المتوسطة بشكل صحيح أطبق أصل العمود ألف بما يناسبه من العمود ب نلاحظ في العمود ألف الهمزة المكسورة وسط الكلمة الهمزة المكسورة وسط الكلمة إذن هنا حركة الهمزة الكسرة أي الخيارات في العمود ب هو الخيار الصحيح نرسمها على الألف نرسمها على الواو نرسمها على الياء نرسمها على حرف يناسب أقوى الحركتين الهمزة مكسورة ذكرنا لكم في درسنا السابق بأن الهمزة إذا كانت مكسورة فإننا نلغي المقارنة السبب أن الكسرة أقوى الحركات إذن لا نقارنها بأي حركة معها مباشرة تكتب الهمزة هنا على على الياء أحسنتم إذن نرسمها على الياء لاحظ معي الجملة الثانية في العمود ألف لكتابة الهمزة وسط الكلمة ننظر إلى حركتها وحركة ما قبلها ثم إذن أقارن بين حركة الهمزة وحركة ما قبلها ثم نرسمها على الألف نرسمها على الواو نرسمها على حرف يناسب أقوى الحركتين ما هي الخطوة التي تأتي بعد المقارنة بين حركة الهمزة وحركة ما قبلها ما هي الخطوة التي تأتي بعدها أحسنتم نرسمها على حرف يناسب أقوى الحركتين القاعدة الثالثة الهمزة الساكنة بعد فتح لاحظ جيدا الهمزة الساكنة بعد فتح إذن هناك حركتين الحركة الأولى سكون والحركة الثانية فتح أو فتحة أيهما أقوى أحسنتم الحركة الأقوى الفتحة إذن أقوم برسم الهمزة على حرف يناسب الفتحة وهو الألف فنقول نرسمها على الألف إذن أخيرا الهمزة المفتوحة بعد ضم نرسمها نرسمها على الواو لأن الضمة أقوى من الفتحة أصل حروف كل كلمة من الكلمات الآتية لاحظ جيدا هذا الجدول وقد كتب فيه كلمات كتبت حروفها متفرقة عليك أن تقوم بكتابتها متصلة بعد التأكد من حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها لاحظ كلمة يتفائل نطبق الخطوات التي تعلمناها لرسم الهمزة المتوسطة أولا أحدد حركة الهمزة وجاءت هنا مفتوحة وأحدد حركة الحرف الذي قبلها حيث سبقت هنا بحرف مد ساكن إذن القاعدة تقول إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وسبقت بحرف مد ألف تكتب على السطر إذن ترسم الهمزة منفردة على السطر ويكون رسمها بهذا الشكل أقوم بكتابتها الآن متصلة في الجدول بنفس الطريقة نكمل حل بقية الكلمات كلمة بؤس أطبق ما تعلمته من خطوات لكتابة الهمزة المتوسطة أولا أحدد حركة الهمزة وهي هنا ساكنة ثم أحدد حركة الحرف الذي قبلها جاء في هذه الكلمة مضموم إذن أقارن بين الضمة والسكون أيهما أقوى؟ أحسنتم الحركة الأقوى هي الضمة إذن ترسم الهمزة على حرف يناسب الضمة وهو الواو كيف يكون رسم الهمزة في هذه الكلمة؟ لاحظ جيدا نلاحظ رسم الهمزة على الواو السبب أنها جاءت ساكنة وما قبلها مضموم الآن نقوم برسمها في الجدول الكلمة الثالثة تطمئن الهمزة جاءت مكسورة والحرف الذي قبلها جاء مفتوحا أنا هنا لا أحتاج إلى هذه المقارنة لأن الهمزة مكسورة إذن الهمزة مكسورة وهي أقوى من الفتحة بل هي أقوى الحركات ترسم الهمزة على حرف يناسب الكسرة وهو الياء غير المنقوطة إذن ترسم الهمزة في كلمة تطمئن بهذا الشكل لاحظ رسم الهمزة في كلمة تطمئن أقوم بكتابتها في الجدول كلمة حناء حناء لاحظ هذه الكلمة وحروفها متفرقة إذن بنفس الطريقة نلاحظ الهمزة جاءت مفتوحة سبقت بحرف الألف وهو هنا حرف مد ساكن إذن الهمزة مفتوحة وسبقت بحرف مد ساكن هو الألف ترسم الهمزة منفردة على السطر هذه القاعدة التي تعلمناها ويجب أن نحفظها إذن رسم الهمزة في كلمة هناء يكون بهذا الشكل أيضا أقوم بكتابة هذه الكلمة في الجدول كتابة صحيحة نلاحظ في كلمة كأس وهذه هي حروف الكلمة متفرقة بنفس الطريقة نقارن بين حركة الهمزة الساكنة وحركة ما قبلها حيث جاء الحرف هنا مفتوحا إذن الفتحة أقوى من السكون ترسم الهمزة على حرف يناسب الفتحة وهو الألف ويكون رسمها الإملاء الصحيح بهذا الشكل كأس أقوم برسمها أيضا في الجدول رؤيا وهذه هي حروف الكلمة متفرقة ونلاحظ حركة الهمزة السكون وحركة ما قبلها الضمة وبالمقارنة بين الحركتين نجد بأن الضمة أقوى من السكون لذلك سوف نقوم برسم الهمزة المتوسطة على الواوي بهذا الشكل إذن رؤيا هذا هو الرسم الإملاء الصحيح للكلمة أقوم بكتابة رؤيا في الجدول بهذا الشكل أرسم الهمزة بشكلها الصحيح في الكلمة بئس ما يتصف به البائع الغش المطلوب أن تكمل هذه الكلمة بكتابة همزة في وسطها مع اختيار الحرف الصحيح والمناسب أيضا التفاؤل خير من التشاؤم سأل الطالب المعلم عن السؤال الذي لا يعرفه أذكر وأؤكد بأهمية قراءة الكلمة بشكلها الصحيح مضبوطة بالشكل حتى تستطيع التعرف على الحرف المناسب لكتابة الهمزة إذن لاحظوا معي بئس ما يتصف به البائع الهمزة هنا مكسورة إذن تكتب على الياء بهذا الشكل التفاؤل خير من التشاؤم التفاؤل الهمزة هنا ماذا؟ مضمومة إذن تكتب على الواو بهذا الشكل سأل الطالب المعلم سأل سأل الهمزة جاءت مفتوحة إذن تكتب على الألف بهذا الشكل عن السؤال السؤال الهمزة جاءت مفتوحة ولكنها سبقت بحرف مضموم والضمة أقوى من الفتحة إذن تكتب على حرف يناسب الضمة وهو الواو فيكون رسم الكلمة بهذا الشكل أعزائي الطلاب والطالبات بتطبيقنا لقاعدة رسم الهمزة المتوسطة استطعنا أن نحل عددا من التدريبات أرجو منكم أن تعودوا للقاعدة وأن تتدربوا عليها جيدا وأنا ألقاكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته